ليس هذا موضوعنا بالضبط لكن نواصل البرقية تبع وكالة الأنباء الجزائرية سنجد شيء المهم كما تشدد هذه السلطات إلى أقصى حدود سياستها القمعية التي خططت لها والخرق الممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة حسب الدبلوماسي الذي ذكر بالتقل الأخير الدامغ الذي أعدته منظمة هيومورايسوتش والتي فضحت من خلاله الطابع الهمجي وغير القانوني لأسليب المستعملة من طرف قوات الاحتلال المغربي لقمع المناظرين الصحراويين على غرار السلطانة خير يعني نفس منظمة هيومورايسوتش طالما تحدثت على انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر يعني منظمة هيومورايسوتش تتحدث عن المغرب رهي مصدر موثوق وكانت تتحدث عن الجزائر والانتهاكات على الجزائر أها مؤامرة خارجية خلي نواص واعتبر السيد بلاني أن هذا الوضع المأسوي يطرح السؤال بخصوص توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستطافة في الصحراء الغربية من مونيرسو من أجل تمكينها على غرار كل البعثات الأخرى للأمم المتحدة بمتابعة وتوثيق الحالة الكارثية في مجال احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة كما ذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يشدد في كل مرة ولكن دون جدوى في تقاريره المتعاقبة على ضرورة المراقبة المستقلة والموضوعية والشاملة والمستمر للوضعية حقوق الإنسان لضمام حماية سكان الصحراء الغربية وأضاف بلاني أن المغرب على دراية بحصيلته المؤسفة في هذا المجال وهو الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الفريقي التي ترفض التصديق على المثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وذلك لعرقلة إفاد بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة وعدم محاسبة عن الانتهاكات المتعمدة والصارخة والممنهجة التي تقترفها ضد المواطنين الصحراوية حقيقة أن النظام الجزائري كذا يحاضر في الشرف في مسألة حقوق الإنسان يعني هل النظام الجزائري يحترم حقوق الإنسان إذا كان رح تجري عملية توسعة مثلا بعثة المينورسو لتراقب حقوق الإنسان لجب أن تضيف لها الجزائر الجزائر طرف في هذه الأزمة وفي هذه المشكلة إذن يجب حتى تراقب حقوق الإنسان في مخيمة تندوف وفي الجزائر أصلا حتى الجزائر تحتاج الآن إلى بعثة تقصي حقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان الجارية خاصة في العام الماضي ويعني منذ اندلاع الحراك الشعبي يعني فطرة القيد صالح عرفت انتهاكات وعرفت توقفات وعرفت اعتقالات وجاءت الفطرة الأخرى ولت أسوأ بكثير هذا هو الواقع وهذه الحقيقة أنت تقول لي أن بعثة المينورسو لازم لها نوسعها وطراقب حقوق الإنسان وهو تندوف ما فيهاش سجون سرية موازية البوليزاريو ما عندهش حق يدير سجون في تندوف دائر السجون دائر اعتقالات هناك حتى منع من الصفر انتهاكات لا تحصى ولا تعد إذا كان المينورسو راح توسع لها وتجري الجزائر باش توسع قضية حقوق الإنسان إضافة لها تندوف ما يجري في تندوف فيها انتهاكات وهذه قلتها من زمان وما زلت أرددها هناك انتهاكات للقانون الدولي لأن هناك صنعة دولة موازية للدولة الحقيقية والمفروض طراب جزائري النظام الجزائري هو اللي يتحمل المسؤولين هذا من جهة من جهة أخرى من جهة أخرى والأسوأ الأسوأ أن هذا النظام يغار على حقوق الإنسان وعلى حقوق الصحراويين الإنسانية وكرمتهم وآدميتهم لهذا الحد ولكنه يتجاهل الجزائر في هذا الوقت الذي يتحدث عمر بلاني عن حقوق الإنسان في الصحرة الغربية وعلى انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان التي هي موجودة بلا شك ولكن هناك مبلغات وهناك كيل بمكيالين في هذه المسألة ولكن أنا نقولها لكم في هذا الوقت بالذات كاين مسجين معتقلي رأي بمعنى الكلمة راهم حوالي أربعين معتقل رأي راهم أضرب عن الطعام حتى الإدارة رفضت أن تستلم منهم إشعار الإضراب عن الطعام